موسيقى الظهيرة من الميادين أهلا بكم وإلى عنوينها موسيقى وأنا أؤكد منبر الميادين أن هذه الأعمالية ستستمر وبشكل تصاعد في العمد السعودي أنصار الله تؤكد مواصلة عملياتها في العمق السعودي وتشدد على أن رهان ولي العهد على الحرب قد فشل موسيقى تهران ردا على رياض أصل الأزمة في اليمن هو الحرب المسعورة وغير المتكافئة على شعبه ورمي الاتهامات لا يحل المشكلة السعودية والحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا موسيقى البابا فرانسيس يغادر العراق بعد زيارة تاريخية حملت رسالة الوحدة والمحبة وطهران تصفها بالجيدة والبناء وبالحاملة لرسائل عودة السلام موسيقى قطع طرقات ومواجهات في لبنان احتجاجا على ترد الأوضاع المعيشية ورئاسة تتحدث عن جهات ومنصات خارجية تعمل لضرب النقد الوطني ومكانة الدولة المالية موسيقى في سعر صرف الدولار الأمريكي بالتزامن مع شائعات هدفها ضرب العملة الوطنية موسيقى الاحتلال يشن حملة مدهمات واسعة في الضفة وفتاة فلسطينية تقرر أحياء يوم المرأة العالمي بالرد على اعتداءاته موسيقى وفي الظهيرة أيضا العالم يحتفل بيوم المرأة كل على طريقته والرئيس الروسي لنساء بلاده كنا سعيدا موسيقى موسيقى نسهل هذه الظهيرة من اليمن حيث تواصل قوات التحلف السعودي غاراتها على مناطق مختلفة في البلاد مراسلنا أفاد بأن طائرات التحالف استهدفت بغارتين منطقة الصوح في مديرية كتاف الحدودية مع نجران السعودية شرقية صعدة وكانت قد شنت سلسلة غارات على محافظة مأرب حيث تركزت على مديرية صرواح غربي المحافظة مراسلنا أفاد بأن الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت طائرة تجسس حربية من نوع كاريال تابع لسلاح الجو السعودي وكانت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية قد ردت على اعتداءات التحالف وأعلنت أنها تنفذت عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي الناطق باسمها العميد يحيى سريع أكد استخدام أربع عشرة طائرة مسيرة وثمانية صواريخ باليستية في العملية التي استهدفت شركة أرامكو في ميناء رأس تنورا إضافة إلى مواقع عسكرية في مناطق الدماء معسير وجزا تمكنت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير من تنفيذ عملية هجومية واسعة ومشتركة في العمق السعودي بأربع عشر طائرة مسيرة وثمانية صواريخ باليستية منها عشر طائرات مسيرة نوع صمات ثلاثة وصاروخ ذي الفقار استهدفت شركة أرامكو في ميناء رأس تنورا وأهدافا عسكرية أخرى بمنطقة الدمام في عملية توازن الرجع السادسة فيما تم استهداف مواقع عسكرية أخرى في مناطق عسيرة وجيزان بأربع طائرات مسيرة نوع قاسف توكي وسبع صواريخ نوع بدر وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله يأتي هذا الاستهداف في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا العزيز نعيد النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا وقد كثفت القوات المسلحة اليمنية من عملياتها العسكرية في العمق السعودي في رد على تصعيد التحالف من حصاره وحربه على اليمن ماذا استهدفت عملية توازن الردع السادسة وما هي أبرز عمليات القوات المسلحة في العام المنصر التفاصيل في العرض التالي لمريم عثم أهلا بكم القوات المسلحة اليمنية تفرض توازن الردع في وجه السعودية وتكثف من عملياتها العسكرية في العمق السعودي عملية توازن الردع السادسة هي أحدث هجمات القوات المسلحة اليمنية طلت بأربع عشرة طائرة مسيرة وثمانية صواريخ باليستية مرافق شركة أرامكو في مدينة الظهران شرق السعودية وخزنات ميناء رأس النورة ومواقع في الدم معثير وجيزان الهجمات الأخيرة التي أصابت العمق السعودية ليست الأولى في نوعها ويبدو أنها لن تكون الأخيرة إذ كثفت القوات المسلحة اليمنية خلال العام الماضي عمليتها في سياق ما وصفته باستراتيجية الدفاع عن النفس في وجه تصعيد التحالف السعودي الحرب والحصارة على اليمن الهجمات هذه أفشلت بحسب عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي ريهانة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الحرب ومن أبرز الهجمات الأخيرة في الشهر الحالي أيضا شنت خمس طائرات مسيرة يمنية هجوما على قاعدة الملك خالد الجوية الوقاعة في خميس مشيد بالسعودية لتصيب أهدافها بدقة في شهر شباط فبراير الماضي نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية الردع الخامسة لتطال العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي وخمس عشرة طائرة مسيرة عملية توازن الردع الرابعة في حزيران يونيو من العام المنصرم استادفت وزارة الدفاع السعودية ومقر الاستخبارات العسكرية وقاعدة الملك سلمان الجوية ومواقع عسكرية سعودية أخرى في شباط فبراير من العام الماضي نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية توازن الردع الثالثة التي استهدفت شركة أرامكو ومنطقة ينبع الصناعية والنفطية بعد عملية طالت أيضا شركة أرامكو في أيلول سبتمبر عام 2019 ما تسبب بوقف نحو نصف إنتاج الشركة البالغ زهاء عشرة ملايين بربيل يوميا أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن العمليات ضد الداخل السعودي ستستمر وبشكل تصعودي ولفت في مقابلة مع الميادين إلى أن التحالف السعودي يرفض وقف العدوان على اليمن وشدد على أن رهانة ولي العهد السعودي على الحرب قد فشل وأنا أؤكد منبر الميادين أن هذه العملية ستستمر وبشكل تصاعدي في العمو السعودي حتى توقف السعودية هجمتها على اليمن وعندها سنة توقف طبعا هناك حديث من قبل دول العدوان وعلى رأسها أمريكا حديث عن السلام ولكن في الحقيقة هم يتحدثون عن الاستسلام لأنهم يطالبون وقف الحرب من طرف واحد وهذا الشيء غير ممكن ولا يحقق السلام وأيضا يطالبون بوقف تقدمنا بينما يعطون لأنفسهم حق مهاجمة اليمن وحق التقدم الميداني في كل الجبهات وحتى الآن هم في الحقيقة من يرفضون السلام فرغم أن موازن القوى باتت تميل لصالح اليمن إلا أنهم حتى الآن يرفضون وقف الحرب في كل الجبهات ويرفضون وقف الهجمات المتبادلة بين السعودية واليمن كما قال البخيتي للميادين أن صنعاء تنفذ توعدها بتأديب السعودية لكن يدها على الدوام ممدودة للسلام وقلت لهم سنؤدبكم واليوم ها نحن نؤدبهم ومع ذلك لا تزال يدنا ممدودة بالسلام وكما أننا دعاة سلام فنحن رجال حرب ولهم الخير بالمناسبة عدد العمليات في العمد السعودي هي بالمئات ولكن هناك عمليات واسعة من ناحية العدد ومن ناحية عدد الصواريخ المستخدمة والطائرة المسيرة ومن ناحية الأهداف وهي عادة عمليات يتم تسميتها بأرقام معينة لكن العمليات مستمرة وبشكل تصعدي وتداول نشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد قالوا إنها للحظة وصول أحد الصواريخ اليمنية على منطقة الخبر في الدمام بالسعودية وأظهرت هذه المشاهد لحظة الانفجار وحجم الانفجار الناجم عنه إلى ذلك رفضت إيران اليوم الاتهامات السعودية لها بشأن الهجمات اليمنية عليها بالطائرات المسيرة المتحدث باسم الخارجيات الإيرانية سعيد خطيف زادة قال إن رمي الاتهامات لا يحل المشكلة السعودية وأشار إلى أنه على الرياض أولا إنهاء الحرب المسعورة وغير المتكافئة ضد اليمن في أسرع وقت ممكن وهي الحرب التي اعتقد ولي العهد السعودي أنها ستنتهي في غضون ثلاثة أسابيع كلما أنهرت السعودية وحربها المسعورة وغير المتكافئة ضد اليمن بزمن أسرع كان الوضع أفضل للمنطقة واليمن برأي إيران الحل السياسي هو الطريق الوحيد لحل الأزمة اليمنية وخلال السنوات الست الماضية أكدت إيران دائما أنه يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن الشعب اليمني نحن قلقون حيال الأزمة المأساوية داخل اليمن هناك ملايين اليمنيين بحاجة ماسة للغذاء والطعام ومياه الشرب وهذا الموضوع مؤسف ومخجل لمن يدعي حمايته لحقوق الإنسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أكد أن لا تواصل مباشر أو غير مباشر بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي أو أي ملف آخر وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي أشار خطيب زادة إلى أن على الإدارة الأمريكية الجديدة القيادة في المسير المعاكس لما مضت فيه الإدارة السابقة ليس هناك أي تواصل مباشر أو غير مباشر بيننا وبين أمريكا بشأن الملف النووي أو أي ملف آخر موضوع طهران وواشنطن لا يحتاج إلى إرسال إشارات والمطلوب هو تنفيذ مؤثر للقرار الأممي ألفين ومئتين وواحد وثلاثين وإلغاء العقوبات على نحو كامل إذا التزم الجميع بتنفيذ الاتفاق النووي فستتراجع إيران عن خفض التزاماتها موقف إيران بشأن المحادثات النووية ثابت ومرهون بثلاث خطوات هي التزام الأطراف الأخرى بكامل تعهداتها واتخاذ خطوات عملية مؤثرة ثم العودة إلى الاتفاق النووي على الحكومة الأمريكية الحالية القيادة في المسير المعاكس لما مضت فيه الإدارة السابقة وللمزيد ينضم إلينا من طهران الخبير في الشؤون الإيرانية عبدالجليل الزبيدي أهلا بك عبدالجليل في البداية استمعنا إلى الموقف الإيراني المتعلق بما خاصة الأزمة اليمنية والاتهامات السعودية لإيران لكن القول بأن رمي الاتهامات لا يحل المشكلة السعودية والحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا نطعمك أكثر في هذا التصريح والمراد منه الرسائل في أي اتجاهات نعم الموقف الإيراني واضح من بداية هذا العدوان على اليمن وترى بأن الحل هو الحل السياسي وأنا الأوالي أن تذعن القيادة السعودية إلى الوقاعة والحقائق الجديدة الآن صنعات تدافع عن نفسها وطورت من إمكاناتها وتضرب في أقصى الشمال الشرقي وأقصى الشرق السعودي ترى طهران أيضا بأن الاتهام لها بأنها وراء هذه الهجمات أو تدعم هذه الهجمات على غرار الاتهامات في الهجوم السابق في أيلول سبتمبر عام 2017 على مصافي أبقيق رأت أن هذه الاتهامات لا تحل المشكلة وأن الهدف من هذه الاتهامات بالحقيقة هي محاولة خاصة في الوقت الحاضر محاولة من القيادة السعودية استجداء موقف أمريكي من خلال تدويل أزمتها ومن خلال تدويل محنتها أنها غير قادرة على مواجهة قوات صنعات وبالتالي تريد إشراك طرف أقليمي مثل إيران تتهم إيران بأنها وراء هذه لجمات بطريقة وبأخرى أيضا الصحافة الإيرانية كان لافتة اليوم اهتمت بشكل واضح بالهجمات للقوات اليمنية في العمق السعودي ورأت صحف مهمة في مقالات مطولة بأن الاتهامات لإيران تشير وتفضح تفضح الموقف القيادة السعودية بأنها عاجزة تماما عن المواجهة وأيضا بنفس الوقت هي تحرج بالحقيقة الولايات المتحدة لأن الولايات المتحدة التي وضعت أكثر من ثلاثة منظومات استراتيجية مضادة للصواريخ وفشلت هذه المنظومات الأمريكية في التصدي للطائرات المسيرة وأيضا للصواريخ اليمني وبالتالي ما حصل مرة أخرى هو هزيمة للولايات المتحدة والاستلاح الأمريكي وأيضا هو هزيمة للنظام السعودي الذي رميت له أكثر من حبل النجاة ولكنه لا يستفيد من هذه الفرص إذن عبدالجليل الزبيدي مندير مكتب الميادين أو الخبير في الشؤون الإيرانية شكرا جزيلا لك إلى ذلك فإن الصور التي عرضتها قناة الميادين لمسايرات إيرانية ترصد السفينة التي يملكها إسرائيلي والتي تعرضت لانفجار في خليج عمان قبل أسبوعين ظلت محطة اهتمام ومتابعة في إسرائيل بموازاة حديث مراقبين عن إحباط في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بسبب فشل استراتيجيتها للتعامل مع الملف الإيراني بالاهتمام والتحليل تابعوا في إسرائيل المشاهدة التي عرضتها قناة الميادين لصور التقطتها طائرة مسيرة إيرانية توثق أثار الانفجار الذي حدث في سفينة الشحن بملكية إسرائيلية التي كانت تبحر في خليج عمان قبل نحو أسبوعين مشاهد قرأ فيها مراقبون رسالة إيرانية إلى إسرائيل مفادها بأن طهران تتحكم في مفاصل الأمور قناة الميادين نشرت الصور التي يظهر فيها تصوير لمسيرة إيرانية تتابع السفينة ذات الملكية الإسرائيلية التي جرت مهاجمتها بواسطة ألغام في خليج عمان النص الذي يرافق الصور يقول ليست إيران من تقف خلف هذه الجريمة لكن المنطقة يقول إن من تعقب هذه السفينة هو على ما يبدو من استهدفها وبالتزامن مع عرض صور المسيرة الإيرانية نشر الجيش الإسرائيلي على نحو استثنائي صورا لطائرات حربية إسرائيلية وهي ترافق قاذفة القنابل الاستراتيجية الأمريكية بي 52 وهي في طريقها إلى الخليج في خطوة وصفها محللون بالاستعراض الإسرائيلي للقوة عبرت قاذفة قنابل استراتيجية أمريكية سماها إسرائيل وهي في طريقها إلى الخليج كاستعراض للقوة الثامن من حيث العدد الرسالة للإيرانيين واضحة لكنها أيضا استعراض إسرائيلي للقوة وإثبات للعلاقة العميقة بين إسرائيل والولايات المتحدة وعلى وقع نبرة التهديد العالية التي اعتمدها المسؤولون الإسرائيليون في الأسبوعين الماضيين ضد إيران وحديث وزير الأمن بني جانس عن تحديث الخطط العسكرية ضد إيران في تلويح إلى الخيار العسكري ضدها قال خبراء أن غياب الاستراتيجية والرؤية الشاملة للتعامل الإسرائيلي مع الملف الإيراني جعل المؤسسة الأمنية محبطة ومشلولة ولسيما عند طرح الأسئلة الصعبة المتعلقة بثمن أي قرارات تتخذ ضد إيران وتبعاتها قرارات تستند بحسب ضباط سابقين إلى استغلال الفرص على الأرض والدوافع السياسية للمستويات كافة في إسرائيل فيما إيران وفقا لهم تواصل تقدمها وتطورها وتثبت للعالم يوميا أنها تعرف كيف تنظم أمورها بكبسة زر وعلى خط الموازن أعلن الجيش الأمريكي أن قاضفتين استراتيجيتين من طراز بـ 52 تابعتين له نفذتا دورية جوية متعددة الجنسيات في أجواء الشرق الأوسط القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن هذه الدورية نفذت بهدف طمأنة الحلفاء والشركاء إلى التزام الجيش الأمريكي بالأمن في المنطقة وأشارت إلى أن طائرات تابعة لدول شريكة منها إسرائيل والسعودية وقطر رافقت القاذفتين وبالتوازي نقلت الميادين نتع المصادر وصفتها بالموثوقة تأكيدها أن الولايات المتحدة تنصب منظمة دفاع جوي داخل قواعدها غير الشرعية في سوريا مصادر الميادين أفادت بأن التحالف يعمل على تعزيز حضوره العسكري في قواعده غير الشرعية في محافظتي الحسكة ودير الزهور وأضافت المصادر أن مروحيات أمريكية نقلت جنوداً مع صواريخ للدفاع الجوي من العراق إلى قاعدتها في مدينة الشداد جنوب الحسكة ولفتت إلى أن التحركات الأمريكية الأخيرة سببها هواجس من عمليات قصف تطول قواعدها في المنطقة وإلى فلسطين المحتلة حيث اختارت فتاة فلسطينية يوم المرأة العالمي والذي يصادف اليوم لترد على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق شعبها إذ اقتحمت الفتاة الفلسطينية مستوطنة مع علي أفراييم جنوب نابلوس وذكرت وسائل علام إسرائيلية أن هذه الفتاة حاولت طعن مستوطنة قبل إطلاق النار قربها واعتقالها وكان الاحتلال قد اقتحم مناطق واسعة في الضفة بينها قرية دير نظام شمال غرب رامالله حيث تصدى لها الفلسطينيون وزعمت قوات الاحتلال إحباط محاولة طعن خلال عملية اعتقال في طباص فاصل ونواصل بعده النشر أهلا بكم من جديد في لبنان يتواصل مسلسل قطع الطرقات في مختلف المناطق احتجاجا على ترد الأوضاع الاقتصادية مرسلنا أفاد بإقفال الأوتستراد الساحلي من جهتي بيروت الجنوبية والشمالية إضافة إلى إقفال طرق رئيسية في الشمال والجبل وأشار إلى حصول مواجهات بين المتظاهرين والجيش اللبناني في منطقة البحصاص في طرابلس عاصمة الشمال بعدما عمد عناصر الأمن إلى فتح الطريقي بالقوة هاي طريق خلدي وإلى ذلك أكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون أن هناك جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب العملة الوطنية ومكانة الدولة المالية وخلال اجتماعا أمني ومالي في القصر الجمهوري طلب عون الأجهزة الأمنية بالكشف عن الخطط الموضوعة للإثاءة إلى البلاد وأشار إلى أن قطع طرقات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظم يهدف إلى ضرب الاستقرار ودعون الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى القيام بواجبتها كاملة وتطبيق القوانين من دون تردد أكد رئيس الجمهورية أن الأوضاع المستجدة على الصعيدين المالي والأمني تحتاج إلى معالجة سريعة لأننا نشهد ارتفاعا غير مبرر في سعر صرف الدولار الأمريكي بالتزامن مع شائعات هدفها ضرب العملة الوطنية وزعزعت الاستقرار وأضاف الرئيس أن هذا الواقع يفرض اتخاذ إجراءات حاسمة لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين من خلال رفع الأسعار على نحو غير مبرر أما الإجراءات فهي ذات طبيعة مالية قضائية وأمنية والمستشار السياسي والإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية أنتوان قصنطين نقل كذلك عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قوله أن هناك من يدفع البلد نحو الانفجار ودعا إلى قطع الطريق على من يتلعبون بمصير البلاد وابل الاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني بدوره تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب فقال الوضع الذي وصلنا إليه على مستوى عال من الخطورة هناك من يتلاعب بسعر صرف الدولار الأمريكي كيفما يشاء ويتحكم بمصير البلد هل يؤقل أن تتحكم منصات مجهولة بسعر صرف الدولار والدولة بكل أجهزتها عاجزة عن مواجهة هذه المنصات هذه المنصات تابعة دولة رئيس بجلس الوزراء سياسية وليست مالية ولذلك فإن هدفها الحقيقي ليس تحديد سعر الصرف في السوق السوداء إنما تهدف إلى خراب لبنان عبر التأثير على الواقع الاجتماعي والمعيشي لتحريض الناس ودفعهم للخروج إلى الشارع ومن بيروت ينضم إلينا مراسلنا أحمد عبدالله أهلا بك أحمد أحمد بعد الاجتماع المالي والأمني في القصر الجمهوري خرجت تحذيرات من أياد داخلية وخارجية تتلاعب بالاستقرار الأمني والمالي للبلد المزيد من الإضاءة على هذه التصريحات ورسائل بأي اتجاهات نعم دين موجة جديدة من الاحتجاجات دخلها لبنان الاحتجاجات الشعبية والمطلبية تحديدا تصعدت هذه الاحتجاجات بعد منتصف الأسبوع الماضي على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل تراجع قيمة سعر صرف الليرة اللبنانية تحركات في الشارع واحتجاجات وقطع طرق قابله كما ذكرت اجتماع أمني مالي قضائي ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بحضور رئيس حكومة تصريف العمال حسان دياب وعدد من قادة الأجهزة الأمنية أبرز ما ذكره هذا الاجتماع أو المقرارات التي خرج بها هي أتت في شققين شقق اقتصادي وشقق أمني نبدأ بالشقق الأمني حيث أبرز ما جاء هو الإعاز إلى القوى الأمنية المكلفة بحماية المواطنين عدم السماح بقطع الطرقات وذلك لضمان حماية أمن المواطنين هذا في الشقق الأمني أما في الشقق الاقتصادي فتعهد المجتمعون بملاحقة المتلاعبين بسعر صرف الدولار وتحدثوا عن إشاعات هدفها ضرب العملة الوطنية وأيضا أكفال كل المنصات الإلكترونية التي هدفها بث الإشاعات كان هناك شبه إجماع دينا على أن التلاعب بسعر صرف الدولار وارتفاعه الذي حصل قبل يومين واقترابه تقريبا من عتمة الأحدى عشر ألف ليرة هو ارتفاع سياسي لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية وإن كانت سيئة التي يعيشها اللبنانيون كل ذلك يجري وسط انسداد في الأفق السياسي اللبناني وعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة برغم مرور أشهر على تكليف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري تشكيل حكومة أيضا سجلت مواقف كما ذكرت تينا بارزة لرئيس الجمهورية أبرز ما قاله رئيس الجمهورية في هذا الصدد خصوصا حول قطع الطرقات فقال أنه من حق المواطنين التعبير عن أراء بالتظاهر إلا أن أقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب إلى أعمالهم ولسيما بعد أسبيع من الأقفال العام نتيجة أزمة كورونا في البلد والإجراءات التي تخذتها الدولة اللبنانية لحماية المواطنين من هذا الفيروس لكن أحمد على وقع هذه المواقف هذه المقاررات من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة أيضا حكومة تصريف الأعمال وضع الشارع الآن خصوصا مع الطلب من قبل رئاسة الجمهورية للجيش بفتح الطرقات وتسهيل حركة المرور نحن شاهدنا قبل قليل دوريات للجيش اللبناني نحن نقف الآن عند ما يعرف في جسر خلدي الذي يعلو مثلث خلدي عند المدخل الجنوبي للعاصمة اللبنانية بيروت نشاهد أثار النيران التي كانت مشتعلة في هذه المنطقة هذا الطريق أقفل منذ الساعة السادسة صباحا بالإضافة إلى عدد كبير من الطرقات الحيوية اللبنانية في عدد من المناطق في الشمال في البقاع في الجنوب عند المداخل الشمالية والجنوبية للعاصمة بيروت وباقي المدن اللبنانية الرئيسية تحت عنوين مطلبية كما ذكرنا الآن بدأت الطرقات يعاد فتحها مجددا عندما أتينا إلى هنا كان عدد من المواطنين المحتجين موجودون ولكنهم الآن تراجعوا ونرى كيف أن حركة السير عادت تدريجيا إلى هذا الطريق الحيوي الذي يربط الجنوب في العاصمة بيروت هذه التحركات تحدث تحت عنوان فقط أود أن أشير تحت عنوان الثنين الغضب بهدف الحصول وتحسين المطالب تحسين الظروف المعيشية للمواطنين شكرا جزيلا لك الزميل أحمد عبدالله مرسلنا من بيروت أكد رئيس الحكومة العراقي مصف القادمي أن الحوار الاستراتيجي مع التحالف الدولي قائم على إخراج كل القوات المقاتلة من العراق ضمن توقيتات فنية وبما يضمن سيادة البلد القادمي أضاف أن بغداد ترفض أن تكون ساحة لصراعات الخارجية وشدد على أن الحكومة عملت على إعادة العلاقات مع الخارج إن العراق اليوم أمام فرصة حقيقية لاستعادة دوره التاريخي في المنطقة وأننا كحكومة متمسكون بإرادة شعبنا في تحقيق الأمن والسلام والإعمار والازدهار ندعو كل الأشقاء أشقاء العراق وجيرانه وأصدقائه إلى ترسيخ قيم السلم والتعاون بين الدول بين دول المنطقة وإبعاد شبح الحروب والخلافات والصراعات لقد صر العراق على رفضه أن يكون ساحة للصراعات الخارجية منطقة التعاون والأخوة هو الوحيد المقبول بالنسبة لشعبنا والعراق وصف المتحدث باسم الخارجيات الإيرانية زيارة البابا فرانسيس للعراق بأنها في حد ذاتها جيدة وبناء وهي تحمل رسائل لعودة السلام إلى العراق ورأى أن لقاء البابا مع المرجع سيد علي السيساني يحمل رسالة الحوار المتمدن ورفض سفك الدماء والتركيز على العدالة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني زيارة البابا فرانسيس إلى العراق جيدة وبحد ذاتها مهمة وبناءة وتحمل رسائل لعودة السلام إلى العراق استقرار العراق هو نتيجة تضحيات الشعب العراقي وهداية المرجعية ودماء الشهداء التي تصدت للمؤامرة الأجنبية ورقاء البابا فرانسيس مع آية الله السيستاني مؤشر للحوار بين الأديان وحمل رسالة الحوار المتمدن ورفض سفك الدماء والتركيز على العدالة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني هذا وقد غدر بابا الفاتيكان اليوم العراق بعد زيارة تاريخية استمر ثلاثة أيام وقد كان في وداعه في مطار بغداد الرئيس العراقي برهم صالح وعقيلته وحشد من كبار مسؤولين هذه زيارة كانت قد تضمنت لقاءات رسمية وشعبية رعوية في مدن عراقية عديدة وشملت لقاء دينيا مع المرجع الديني السيد علي السيستاني في النجف وحملت رسائل محبة وسلام للشعب العراقي وشعوب المنطقة إذن وفي أول تغريدة له بعد مغادرته العراق في ختام زيارته التاريخية وصف الباب فرانسيس نساء العراق بالشجاعات اللواتي يواصلن أعطاء الحياة بالرغم من الانتهاكات والجراحات وفي تغريدة له على تويتر لمناسبة يوم المرأة العالمي دع البابا إلى احترام النساء ومنحهن الحرية والاهتمام والفرص من جهته قال الرئيس العراقي برهم صالح بعد وداعه البابا إن زيارته تمثل رسالة تضامن إنسانية كبيرة مع العراق الذي أنهكته عقود من العنف والنزاعات صالح أضاف في تغريدة له على تويتر ودعنا البابا فرانسيس بعد أن حل ضيفا عزيزا لثلاثة أيام مضيئة في بغداد وكان البابا قد قال في ختام زيارته أربيل إن العراق سيبقى دائما معه وفي قلبه البابا وجه رسالة سلام ومحبة من الموصل التي أعلنها داعش قبل سنوات عاصمة لخلافته ودمر كنائسها ومساجدها قبل انضحاره على أيدي القوات العراقية والحشل الشعبي البابا دع المسيحيين إلى العودة والإسهام في إعادة بناء البلاد في مطار أربيل عاصمة قليم كردستان العراق هبطت طائرة الحبر الأعظم البابا فرانسيس المحطة ما قبل الأخيرة من زيارته للعراق استقبال رسمي من قبل مسؤولي القليم بالإضافة للحضور الديني والشعبي في صالة التشريفات الرئاسية في المطار بالطائرة المروحية انتقل البابا إلى الموصل مباشرة المحطة الأخيرة في زيارته وفي الموصل حيث تتواجد أشهر كنائسها حوش البيعة المدمر إثر الحرب وشاهد الحي على جرائم داعش استقبله من تبقى من مسيحيها إلى جانب أبنائها من مختلف الأديان والمذاهب لتقام الصلاة والقداس على أرواح الضحايا نحن نؤكد من جنيد قناعتنا بأن الأخوة أقوى من قتل الإخوة وأن الرجاء أقوى من الموت وأن السلام أقوى من الحرب تنطق هذه القناعة بصوت أكثر بلاغة من صوت الكراهية والعنف ولا يمكن أن يخنق في وسط الدماء التي تسبب في إراقتها هؤلاء الذين يشوهون اسم الله ويسيرون في طرق الضمار مدينة قرقوش التابعة لمحافظة نينوى كانت وجهته الثانية في الموصل كنيسة الطاهرة الكبرى التي تعد الأكبر في العراق احتضنت مراسم الاستقبال والقداس أمام جموع المرحبين من المسيحيين ختام زيارة البابا إلى العراق من ملعب فرانسو حريري في أربيل والاحتفال الأكبر بحضور جماهيري كبير عكس تفاعل العراقيين مع الزيارة وأهميتها في هذا التوقيت الرسائل الإنسانية والدينية لم تكن وحدها الشاخصة في زيارة البابا فرانسيس إلى العراق بل إن العراقيين أثبتوا قدرتهم على احتضانها كذا شخصيات في أماكن كانت مسرحا للحرب ولسيما الموصل التي اقتلطت دماؤهم في تحريرها وإن العراق عائد لمكانته المؤثرة في العالم محمد الفهد بغداد الميادين احتفل العديد من دول العالم كل على طريقته بيوم المرأة العالمي وقد اخترنا منها الجزائر حيث أحيت مئات النساء هذا اليوم بزيهن الأمازيغي التقليدي في قرية الساحل الجزائرية عبر حلقات من الرقص والغناء هذا وتعد منطقة كايلي شرقي العاصمة الجزائر معقلا للثقافة الأمازيغية لعبت النساء فيها أدوار مؤثرة في المجتمع منذ فترة طويلة وفي روسيا وزعت الورود في العديد من المناطق احتفالا بيوم المرأة وقد توجه رئيس روسي فلاديمير بوتيرن بتهنئة إلى المرأة الروسية في عيدها العالمي وأشاد بدورها ونجاحها في مختلف المجالات وفي تهنئته أضف بوتين أن الاحتفال بيوم المرأة يؤكد دورها المهم في الحفاظ على القيم الحقيقية في الحياة ووصولها إلى القمم في مختلف القطاعات وتوجه إليهن قائلا كنا سعيدات نساء روسيا الغاليات أهنئ كنا بعيد المرأة العالمي العيد المليء بالسعادة والدفء والعطاء الروحي واليوم هو مناسبة سعيدة للتعبير عن شكرنا لتلك الصفات المهمة لأي مهنة وأود أن أهنئ على وجه الخصوص النساء العاملات في مجال الطب ففي أحلق ظروف الجائحة تظهرنا عطاء روحيا ومهنية وتواصلنا العمل بتفان تام نساءنا الغاليات أتمنى لكنا دوام الصحة والنجاح والمزيد من أسباب الابتسام والسعادة كنا سعيدات وكنا سعيدات أيضا في يوم المرأة العالمي تحية إلى كل النساء صانعات الحياة وميداد الأمل والآن ننتقل إلى مجزة الاقتصاد مع الزميلة السهر كرام لكن قبل ذلك أيضا يعني كل عام وأنتي بألف خير وأنتي بألف خير شكرا لك أهلا بكم بدأت الحكومة العراقية تسديد الديون المترتبة عليها لطهران وفق ما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادي ويذكر أن سبب تراكم الدين يكمن في مستحقات صادرات الغاز الإيراني للعراق وقد جرى تأسيس شركة بين البلدين في تموز يوليو الماضي لتسوية ديون قيمتها خمسة مليارات دولار من دون التسديد نقدا تجنبا للعراقين الناجمة عن العقوبات بل مقابل شراء العراق مواد وسلعا إيرانية هبط المؤشر السعودي ثلاثة في الألف بعد هبوط أسهم البنوك وشركة أرامكو النفطية إثرى هجمات استهدفت مرافق حيوية لصادرات البترول في منطقة رأسة النورة وفي غضون ذلك صعدت العقود الآجلة الخام متجاوزة 71 دولار للبرمي للمرة الأولى منذ تفشي وباء كورونا كما سجل مؤشر دبي تراجعا بواقع ثلاثة في الألف بسبب حالة عدم اليقين في المنطقة إضافة إلى هبوط استهم شركة إعمار العقارية إلى الأردن حيث هبطت دخل السياحي بواقع ستة وسبعين في المئة العام الماضي إلى مليار وأربعمائة مليون دولار وفق بيانات البنك المركزي الأردني بيانات المركزي بيانت أيضا تراجع تحويلات المغتربين أكثر من تسعة في المئة إلى ثلاثة مليارات ومائتين وأربعين مليون دولار من جراء وباء كورونا وتبعات هبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج تراجعت الليرة التركية اليوم إلى سبع ليرات وسبعة وخمسين قرشا مقابل الدولار مع ارتفاع معادل تضخم وعائدات السندات العالمية وأسعار النفط وكان محافظ البنك المركزي ناجي إقباط قد قرر رفع أسعار الفائدة إلى سبعة عشر في المئة في كانون الأول ديسمبر ويتوقع المحللون أن يرفعها مرة جديدة الأسبوع المقبل لمعالجة التضخم الذي تجاوز خمسة عشر في المئة الشهر الماضي تراجع النتج الصناعي الألماني في كانون الثاني يناير بواقع اثنين ونصف في المئة على الرغم من توقعات سابقة بزيادة تبلغ اثنين في الألف وأدت المخاوف المرتبطة باستمرار تفشي وباء كورونا محليا ودوليا وبضعف الصادرات وتراجع الاستهلاك الداخلي إلى كبح الانتاج الصناعي في ألمانيا على الرغم من الإعلان عن خطط لتحفيز الاستهلاك الداخلي ودعم الصادرات توقعت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن يخسر الاتحاد الأوروبي 100 مليار يورو إذا تأخر التلقيح مدة شهر أو شهرين وفق الوكالة فإذا استمرار تفشي الوباء يضغط على المنتجين الأوروبيين كما تهدد عمليات الإغلاق المطولة الانتعاش الاقتصادي الهش وتضغط على الموسم السياحي المقبل بنحو خطر توصلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن مساهمة الساول المالية في الوجود العسكري الأمريكي في البلاد بعد خلافات مع الإدارة الأمريكية السابقة التي أرادت رفع هذه المساهمة من 920 مليون دولار إلى 5 مليارات دولار ولم تحدد وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قيمة الاتفاق الموقع بين الطرفين لكن الإعلان عن الاتفاق يأتي عقب تعهد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإحياء التحالفات الأمريكية التي قوضها سلفه في محاولة لمواجهة التحديات التي تمثلها الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية بهذا نهتم أخبار موجز الاقتصاد ونعود لمتابعة نشرة الأخبار معك دينا شكرا لك يا ريسار أحيى تونس الذكرى الخامسة لما يعرف بملحمة بن جردان حيث نجحت القوات الأمنية والعسكرية في إحباط مخطط خطر لتنظيم داعش لاحتلال بن جردان وفي هذه المناسبة دعا مسؤولنا تونسيون إلى ضرورة تجاوز الأزمة السياسية القائمة لمواجهة مختلف المخاطر التي تتهدد البلاد بما فيها الإرهاب تقرير مراد دانسي بين بن جردان والعاصمة التونسية اختلفت أشكال أحياء الذكرى الخامسة لملحمة بن جردان لكن العبرة كانت واحدة وهي أن تونس نجحت في إحباط غزو داعشي لهذه المدينة الحدودية كان الهدف منه تمدد داعش إلى داخل البلاد على شكلة احتلال مدينة الموصل هذا النجاح التونسي كان بفضل اتحاد الأهالي مع القوات المسلحة لطرد عناصر داعش هاجموا ثكنة الجيش الوطني ومقري الأمن والحرس الوطني وتمركزوا في بعض مخارج المدينة أو مداخلها ليطوق المدينة لكي لا يأتي مدد هذا كانت استراتيجية الاستراتيجية هذه سقطت في الماء ذكرى أحداث بنغردان هذه المرة جاءت في ظل أزمة سياسية كبيرة تجسدها الصراعات بين المؤسسات الحاكمة فبعد اشترات الرئيس قيس سعيد استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي لإطلاق الحوار الوطني لم يتأخر رفض هذا الأخير الاستقالة كما حاركت النحظة تطورات دعت مسؤولين إلى الدعوة لاستلهام دروس ملحمة بنغردان لإنهاء حالة الانقسام السياسي احنا خلافاتنا الداخلية في تونس ديما عنا خلافات وعنا مشاكل وحتى تونس ستغش على بلاده أما رأي دي ما تعنيش أنه تونس يشخون بلاده منه وقت اللي توصل أنه يشهد وحدة الوطن وسلامته الترابية التونس مؤكد أنه يشيقف مع بلادهم ويشيكونوا صد منيع ضد أي تحديد ما مكانهم ملحمة بنغردان أضعفت نشاط تنظيم داعش في تونس لكن الجميع يؤكد ضرورة الحذر وتجاوز الصراعات الحالية والوحدة لمواجهة التحديات الأمنية قبل الاقتصادية بفضل تصدي القوات الأمنية للعناصر الإرهابية التي تتبع تنظيم داعش الإرهابي في مدينة بنغردان منذ خمس سنوات نجحت تونس في تحطيم أحلام هذا التنظيم الإرهابي ملحمة بنغردان تؤكد مرة أخرى أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة الإرهاب مراد الدلانسي تونس الميادين ختام الظاهرة لليوم اخترناه من الصين حيث نجح خبير التوازن الصيني وانغ ييكون في حصد أكثر من مليوني متابع على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا إلى موهبته الفريدة في تحقيق التوازن بين الأشياء كالمطرقة والجوز وحتى بين الدرجات الهوائية والعبوات الزجاجية فيما تعد مهارات التوازن من أصعب المهارات في العالم وأكثرها دقة والآن إلى العنوين من جديد أنا أعجب في المنبر الميادين أن هذه العملية ستستمر وبشكل تصاعدي في العمق السعودي أنصار الله تؤكد مواصلة عملياتها في العمق السعودي وتشدد على أن رهان ولي العهد على الحرب قد فشل البابا فرانسيس أو طهران ردا على رياض أصل الأزمة في اليمن هو الحرب المصعورة وغير المتكافئة على شعبه ورمي الاتهامات لا يحل المشكلة السعودية والحل لا يمكن إلا أن يكون سياسي البابا فرانسيس يغادر العراق بعد زيارة تاريخية حملت رسالة الوحدة والمحبة وطهران تصفها بالجيدة والبناء وبالحاملة لرسائل عودة السلام قطع طرقات ومواجهات في لبنان احتجاجا على ترد الأوضاع المعيشية والرئاسة تتحدث عن جهات ومنصات خارجية تعمل لضرب النقد الوطني ومكانة الدولة المالية الاحتلال يشن حملة مدهمات واسعة في الضفة وفتاة فلسطينية تقرر إحياء يوم المرأة العالمي بالرد على اعتداءاته وكان في هذه الظهيرة العالم يحتفل بيوم المرأة كل على طريقته والرئيس الروسي لنساء بلاده كنا سعيدات اشتركوا في القناة من البلغة الاسبانيا إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة